دينا تاجي الفاروقي خبير التغذية ومدربة لياقة بدنية حصل على العديد من الشهادات العالمية وشاركت أيضا في العديد من المسابقات العالمية في اللياقة البدنية تطلعنا في هذا اللقاء عن أهمية الرياضة والتغذية الصحية وكيف نستطيع الحفاظ على أجسام صحية من خلال تمارين بسيطة أهلا وسهلا مشاهدين الكرام ضيفتنا اليوم هي مدربة لياقة بدنية وكمان خبيرة التغذية دينا تاجي الفاروقي أهلين شكرا دينا أنت بدأت ممارسة الرياضة في سن الواحد وعشرين شو كان السبب؟ أوكي أول شي ما عرفت كلام عربي مية في المية تسمحوا لي بحاول أخلط الإنجليزي مع العربي وأشرح لكم ماي بس فيوم كنت صغيرة دائما كنت ألعب الرياضة جيمناستيكس كورة كنت أضع واحدة في الكلاس دائل ضعيفة مثلي أنا يوم وصلت عمري عشرين وواحد عشرين كنت سويك كسلانة مع رفجاتي شعبين أميك برسطوران فما كنت أركز على السببورت نفس أول دائما قلت أنا مسلحي الأمتن دائما أكل برغر بيتزا هاي الأشياء مايأثر علي أنا دائما كنت ضعيفة بس اددت المتابوليزم تغيير أكيد الأكل غير صحي كمان غير صحي فقلت أوكي مثل شوية بس مش النوع يعني فأرى انه كان جميل حتى أنني أظهروا في إجازة مع الأهل و رحنا مقان بحر و تحتوي على محل و الدرس لا أعنسى كانت لابسة بكيني دخلت الحمام مع أمي و دخلت الحمام كان عليهم مرايين من فوق و تحت على كل طوفة و دخلت شف شكلي عندي لقد قلت لقد قلت اوه يا سيدا انتظامت اتحدث مقفل و اعلم انها هي لأنها من الخطوط والبورجر لكن هذه قطر خمسة وثلاثة كيلو في سنة و انا اتتخابت السبب كان زيادة الوزن انا اتحدث بثا اتحدث في الوقت قريبا فانا استغرب فأنت مستحل كيف هكذا و انا اصلا ما انا 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 احد اتشعر و انا اصلا ما انا لم اتعرف فمن اذن قلت خلاص و انا كنا عالبحر قاعدين أركز، خلاص، ما فيه، ما فيه، ما فيه، حتى ينطلقت الأكل قلت لا 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 من يوم رايح هنا من اليوم، ماي، سمج، عيش، بس دينا انتي كملت بعدين صرت مدربة لياقة، شو التحديات وكيف واجهتها في هذا المجال؟ واو، ول من البداية، شكله كان صعب، يا يا يا، لأنا دايما لأنا تعلمت الشياء وايد لأني كنت أقرأ، وضعفت، وكل الناس كان يسألوني كيف ضعفتي، شو سويته؟ وقلوا، يا يا الله تعالوا، معي الجيم، برويكم، وبقول لكم شو تاكلون؟ فرفيجاتي دائما كان يقولون لي بعدين، 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 كنت أقول، لماذا تسترين مدربة؟ دائما أنت تذهب إلى الجيم، تساعدين الناس بالاش، تجعلها في عملية، تتكلم عن عملية، وأنا قلت لا، ولم أردت أن أكون مدربة، وبعدين أم و أبوي، بقولون لي، شو تسترين مدربة؟ هيا دينا، كنت أظنوا، كنت أظنوا على جميعا، من البداية، كنت أظنوا على جميعا، عندما تساعدين الناس، ستسترين مدربة، وأنا قلت لا، 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 ستسترين مدربة، بعدين واحدة في أمريكا، تساعديني، قالت، قلت، ليدنا، أبو، أهم سعدا، أنا أحتاجك، أصبحت بشكل ترين، كنت أحصل بشكل كذلك، أنا أوجد مشكلة في عمر، وأنت أصبحت بشكل كذلك، وأنا أتبع، ممكن تساعديني، كنت أتلت، قالت، لها، إنها، لديني أريد سنواصلة، سأأجي إلى دبي، وقلت، أعطي، وقم أرجحاً معي، انها سأتت بشكل ميم، لابطي، وقم أرجحاً لتعر اثناء، تتعرف. تعرفي احنا دينا بنعرف انه اللياقة البدنية مرتبطة بالرياضة ذو كورية كيف يعني واجهتي هذا المجال بالنسبة لك انه دائما احنا بنشوف انه كوتش يعني ذكر كيف انتي كوتش انت كيف واجهتي هذا الموضوع صح بالذات في الوطن الاحراضي خصوصا وانا صرت مدربة يوم ساكنة هنا في دبي فاهمتنا في الوطن لم يتمرنو الوزن لم يتمرنو الوزن المفروض لا يسيرو لنذهب هذا هق الشباب فس هق ريال وانا لك افرائيش مغرب الشباب وانا لك اتبعونا في الاخرى اتبعنا في توالك المتنينة لنا كل الانسان لديه نيني لا يصير احنا مفروض التالي الإشخاص يجب ان يكون شيء كل الانسان لديه نينيي ونعم نهم نجلة إذا، يبدو أن يصنع اوضاك. شخص ايها، جنسواً أبوا يقول لي، أبوا، ليس بطاق جداً، ليس بطاق قمت بطاق عندك فضلت، لأن الشباب لا يحبونه معي. ثالما كان يقول إنهم لكنها لا تحبين معي، إنهم لا يحبون معي. إنهم لا تحبون معي، إنهم ليس لها، واحاولé أطلبني أن أطبع مذاتبني لأي الأشخاص بنا، إذا، وخريفتني معي، ما يحتاجنا على أن نتكلم على ما يساعدنا أن نصبح صحيح وعندما نزيد بعض العضارات لدينا ليس بودي بلدنك نزيد بعضاً إنه جيد لنا نظام يساعد نظام 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 ما هي الأساسيات التي نحتاجها للجسم لكي يكون متناسق وصحة ما هي الأساسيات والأساسيات والشيء؟ إنه مجموعة من كل شيء مثلاً كارديو، ربط، السيكلي، ونبط، والسلطة هذا ما هو للأساسيات إنه جيد لتعرف السابق وشيء جيد ومن أشعر النظام حركة الدهون حركة الدهون وأيضاً قريباً لانه تقريباً كما تعلمون أنهم يتلقون إلى الطب يسوون التمارين بالدمبلس ينقل بشكل مجانئ هذا يساعد الجسم لحظة الأن لكن الأن ينقل بشكل مجانئ هذا منذ يقوله لحظة مجلسة لحظة مجلسة لحظة مجلسة مجلسة لأنه يمكنك تشوير على منذ تحظيم يتضعنا نخلق من ذلك وعندما تكون بشكل مجلس يساعد أن يحرق الدعون أكثر لأنه كل ما يكون عندنا أضلات كل ما نحرق الأن أكثر لذلك نريد أن نقوم بكثيراً دينا مثلاً أنا حابة أزيد وزني شو هي التمارين اللي بتساعدني عشان أزيد الوزن؟ شوفي أحنا نقدر نسوي نفس الجدول نفس التمارين البروغرام الدايت رح يكون أهم شيء صح التمارين تقدرين مش مش تغيرين التمارين إنه تركزين تزيدين الوزن لما تسوين نفس التمارين لأن كل ما تزيدين تركزين على الوزن رح يساعد العضرة تكبر بس العضرة ما تكبر إذا أنتي مش على الدايت يساعد تزيدين الوزن هذا رح يكون أهم شيء أوكي صح البروغرام يمكن تسوين شوي أقل التقرار تزيدين الوزن بس أنا أقدر أسوي نفس الشيء بس لأنه مركز على الدايت ما رح الوزن ما رح يزيد والعضرة ما رح تكبر دينا في كثير نساء بيشتغلوا ما عندهم وقت بيروحوا على الجيم ففيه تمارين ممكن بيعملوها بالبيت؟ بالتأكيد أشان شدي أنا سويت مركزين على الوزن الآن أكثر شيء يركز على الوزن لأن هذا هو ما يتحقل معه لا عندهم وقت يمكن عندها عيال في البيت وين تروح تخليهم وبزي وكثير أصلا الشخص مو بلازم يروح للجيم يمكن أن تحصل على بعض دمبل يمكن أن تحصل على بعض الوزن وفعل كل شيء في المنزل فشو نصيحة اللي ممكن تقدمها للنساء للحفاظ على جسم متناسق وبصحة كمان؟ أن أول شيء سوي اللي تقدرين تسوينا لا تفكرين أنه لازم أجيب مدرب لازم أروح للجيم لازم يكون عندي دايت أنا من يوم أنا بدأت مشيت بره هذا المشي بره غير حياتي شوفي سرت مدربة لم أكن أعتقد أن هذا ستحدث لذلك فعل ما يمكنك ما عندت شوقت مو مشكلة خمس دقائق حتى إنتي قلت أنا بس راح أسوي ستريتشين بس ما راح أتمرن بقوم بحط المات بسوي ستريتشين بروح اليوتيوب بشوف فيديو وأنا سأبدأ بذلك لأن من ذلك ستشعر مدربة وشوي شوي راح تقولين أكي الآن سأدخل شي ثاني سأبدأ بعمل واحد أو سأشرب تبسي أقل سأمشي الآن عشرين دقائق بره شوي شوي ستب بس ستب بس وستبدأ بمعرفة هذه الحياة شكرا جدا دينا حتى نقعد معك لنهار مشرق كثير عندك نصايح شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا